أشياء لا تقولينها أبد أبد للزوج ثلاثة أشياء أي زوج لأي نوع من أنواع الأزواج ما يصير تقولونها يا زوجات للزوج أول حاجة لا توصلين لزوجك مشاكل أهلك أهلي والله متزاعلين أخوي متهوش مع أخوي الثاني أهلي والله دايما علاقتي فيهم مو كويسة أنا لما أروح عند أهلي ما أرتاح للا لما أبغى أروح عند أهلي وأهلي ظلموني وأهلي وعيش دور الضحية تدرينوا شو قاعدة تسوين تراكي كذا قاعدة تسوين حاجة خطيرة تخلين زوجك يستهتر فيك إذا تاريخك كذا وقيمتك عند أهلك كذا فسهلات أستهتر فيها سهلات فأنتي قاعدة تقللين من قيمتك قاعدة مو بلاسم الزوج يعرف حتى لو أهلك صعبين مثلا عالجي الأمر مع نفسك لكن مبلازم زوجك يعرف ثاني نقطة لا تبينين وتهدين زوجك عيوبك ليه؟ عشان ما تصير عدسة تركيز عليها دائما الزوج ترى عادي يجي وشوف الله ما شاء الله عليك تمام وزوجتي وعسل وكذا ما هو ما هو أعرف وش العيوب ما هو الرجل إجمالي وليس تفصيلي سيكلوجية الرجل إجمالية مو زينة للنساء تفصيلية فأش اللي يصير؟ اللي يصير بعض النساء هداها الله أفشل امرأة في حياتها الزوجية هي المرأة العنيدة هي المرأة اللي تاخذ الأمور الند بالند تاخذ بتسويه الليلة بسويه الليلة أكثر منك ترد بكلمة أرد بعشر تاخذ الرجل بتحدي فتجد أن الرجل يصبح أعند مخلوقات الله هذه المرأة عندها سمات الذكورة مرة عالية وهي جاية الحياة ساحة نفسية وحرب هي عندها الحياة الزوجية كذا حرب طبعا هذا الأمر راجع لأخطاء التفكير ممكن عاشة عدم أمان نفسي يعني بالنهاية نشوف إيش الأسباب هي ليش هي كذا عنيدة هذه المرأة عنيدة لأنها عندها جروح عندها مشكلات نفسية عندها أمور كذا عميقة لازم تعالجها وأنا هنا ما أقصد المرأة العصامية اللي عندها طموح وعندها تبي تحقق طموحها وعندها صاحبة أهداف وتعاون زوجها ترى فيه نساء الرجل يقول عنها عنيدة وهي أفضل النساء وأخيرهم سيدة بمئة رجل هذه ليست عنيدة هذه راقية ودو عقلية فالرجل هنا يطلق عليها كلمة عنيدة لأنه هو يحسب أنه هو عنده خوف أنها تسيطر تأخذ الأضواء إذن هو هو اللي عنده خوف هو اللي عنده مشكلة هو يغار من نجاحاتها فالرجل يعرف أنه إذا كنت أنا أبارك نجاحات زوجتي أهتم أو أساندها في طموحها هي تساندني سر مهم إذا تبين الزوج يشتاق لك يصير مجنون فيك يصير مثل الطفل الوديع اللي يبحث عن أمه دائما يفقدك يفقد حسك وخاصة لو زعلتي لو رح تبيت أهلك لو يعني المرأة تحتاج أنها تستشعر قيمتها عند زوجها سوي هذا السر السر هو بعلم النفس الرجل تركيبته النفسية بصري روتيني أي أنك أي أنها المرأة إذا عودتها على أشياء تسوينها صغيرة تفاصيل صغيرة تسوينها بينكم مثل الروتين والطقوس من 60 إلى 70% مستمرة هذا الشي ليش تستفيدين منه عشان إذا صار جعل بينكم أو انشغلت أو سافرت راح يفقدك ويشتاق لك ويدور عليك طبعا أنا بعطيك الروتين كيف تسوينا بثلاث أوقات وأنا أسميها الكواليتي تايم وهي في الكواليتي تايم أنت تكونين مبادرة كل يوم عوديه مثلا أنك تستقبلينه الاستقبال الجيد كل يوم مثلا عوديه أنك تعطينه قبلة الوداء والضمة وهو رايح وخليها وتقوص بينكم وأولادكم كل يوم قبل النوم عوديه أنه يكون هناك أشياء وتلامس جسدي ما ينام إلا أنه أنت عندك أنت عنده ما تخلينا ينام وأنتي على الجوال هذه تقوص الكواليتي تايم قلت لكم ثلاثة أوقات مهمة هذه الثلاثة أوقات مثلا تجيبين صحن طرف الثاني يستحي على وجهه ويصير يتحرك الحياة الداخلي لكن لما تصير العناد بالمرادد معناته هذه المشاكل بين الزوج والزوجة كل واحد عنده دور واحد بدأ بالانفعال والثاني استفز وصعد الأمور في المشاكل لا تصعدون خمدوا لا تصعدون ثلاثة التشكيك ليه متصل وما ترد علي ورا والمراقبة الجوال وين راح وين جاء التشكيك هذا يحس الرجل خربانة خربانة يعني فعلا بعدين ممكن يسوي الشي الغلط ليه ما يتحمل ان زوجته ما تثق فيه لانه من احتياجات الرجل الى الثقة الى الاحترام الى التقدير الى الاستحسان المدح التشجيع ما راح يلاقيها وانت تسوين التحسس والتشكيك والعناد لذلك دائما اقول لا تفتشين جوال زوجك ولا تفتش جوالها ليه لان ما تحرفون سبحان الله يتكلمت أختها ولا انتي تلاقيينه نكتب لا تليق ارسلها لاصحابه فاتركوا عنكم هذا المجال طيب الحين نجي للمرأة اقول لا تنتقدها ولا تآتب كل شوي كل شي تسويه لك اكلها شربها شكلها لو انتقدتها انت هنا تجرح انوثتها وهذا الشي ما راح يخليها واو بالانتقاد لا هو راح يزيد طفشها وضيقها منك وخلاص تقول خربان خربان ما تهتم فلذلك المرأة مثل القارورة اما نعطيها كلام حلو نسقيها كذا مثل الوردة اعطيها كلام حلو تشجيع تحميس اسمعها باذن الله تصير زي الحلوة معاك ايضا لا تهز امانها النفس وتقعد على الجوال تبوسم